السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي أعجبني هذا الطبيب العراقي محمد كرماني أعجبني لصراحته وعدم الكبر يعني طلع في اليوتيوب في قناته وطبعا عنده أكثر من نصف مليون متابع طلع في قناته وقال الكلام اللي كنت أقوله زمان غلط هذا خطأ العلم الحديث كذا وكذا جاي بصيرة البطيخ أنا من سنتين 2017 وسنتين في اليوتيوب وأنا بقول البطيخ لا يصلح للسكري لا يصلح البطيخ مشكلة البطيخ مصيبة والناس تطلعوا يعني قل لي هذا حرام وكذا ولا والبطيخ ممتاز بقول لك الميت غرام فيهم 14 غرام سكر الميت غرام بطيخ 14 بلاش 14 قول 10 10 غرامات سكر ومين مننا باكل 100 غرام مين بياكل 100 غرام أنا كنت أخلص بطيخ أنا واخوي إبراهيم التركماني بطيخة كاملة بعد الغداء فالإنسان العادي خلينا نقول بدأك تاخد شرحة بطيخ وزنها 280 غرام هاي فيها 30 غرام سكر 6 ملاعق مصيبة مشكلة هذا بتوقع الحز واحد هاي مشكلة طول عمري هكي بقول طلعي الآن يأكد كلامي هذا الطبيب فيها طبقة كانت تقول صحن فواكه يوميا موجودة بجلات وانلاين صحن فواكه يوميا يبعد عنك خطر السكري هاي مصيبة مشكلة كنت أقول الإنسان اللي بقول هذا الكلام هذا مغيب وبيشرط عليك بقول لك كل موز وبطيخ وعنب وتفاح وبرتقال مشكلة 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 وقلت كذا مرة إنه هذا الفروكتوز مشكلة لأنه ما بتعاملش معه إلا الكبد وبيبطل الكبد يحوله لغلوكوز وبصير يحوله لسمنة ودهون وهذا نفس الكلام اللي بقوله الطبيب نفس الكلام هذا طبعا لما دخل كلية الطب في ال66 كان عمري سنة سنة كان عمري وهو بقول أنا اتخرجت بال73 يعني إلو خمسين سنة خبرة قبل يومين طلع وعمل الفيديو هذا وبعث لي يا صديق إلي يعني قال لي شوف الفيديو كلامك كله صحيح كل كلامك صحيح وطلع هذا الطبيب مشكورا طبعا وأنا أحترمه لأنه صريح واعترف ما فيها غلط كنا غلطانين وتعلمنا غلط ويقول إنها كانت مؤامرة قال هذه مؤامرة مدروسة ومطبوخة لكل العالم سببها لفلوس سببها لفلوس هدفها الأول الوحيد لفلوس هذا صادق على كلامي وياما كنت أقول أنا البطيخ لا يصلح وهذا فيديو البطيخ موجود هذا فيديو البطيخ موجود وهو يقول أيضا لفركتوز هذا مصيبة طبعا أنا حاط عندي فيديو أضرار الفركتوز لمريض السكري والكبد الدهني هذا اللي بيسببه لفركتوز لفركتوز مشكلة لا وعندي فيديو ثاني بيقول لك سبب معظم الأمراض هذا كله صادق عليه صادق عليه الدكتور كارماني الآن هو استشهد بالدكتور روبارت لاستي روبارت لاستي هذا هو عبارة عن مرجعي الأول الآن مرجعي الأول لأنه هذا عنده خبرة أربعين سنة في معالجة الناس في معالجة الناس وتجاربه مش على الفئران والأرانب لا تجاربه على البشر يعني يعطوه حالات ميؤوس منها وحلها حالات ميؤوس منها وحلها وكلامه صحيح مية بالمية والآن بدل الأطباء العربي يتبعوه شوي شوي ياريت كلهم يتبعوه وريحوا الشعب والناس من الأدوية وبلوية وعندي برضو مدرع ثاني اللي هو جيسون فانغ أول إنسان دلني على هذه الطريق أول إنسان أول شخص أول طبيب سمعت له في اليوتيوب كان جيسون فانغ وعندي تيم نوكس هذول كلهم فطاحل ومشهود في كلامه بستة عشر ألف ورقة بحثية علمية هذا برضو مرجع من مراجعي وهذا أيضا جون يدكن هذا جون يدكن هذا كتابه أشهر كتابه اللي طمسواه تقريبا بيور وايت أنددلي عن السكر حقيقة السكر وهذا ذكرته إن شاء الله راح أعطيكو خلاصته غير عن هيك خبرتي خبرتي أنا نفسي بقول لك أنا خلصت من النوع الثاني بالحمية طبعا بدون أدوية وكذا وإلي سبع سنوات بحمد الله سبع سنوات وقال إن الدهون الحيوانية ممتازة أنا عندي فيديو عن الدهون الحيوانية وطلعوا ميت واحد يقولوا لي كلام غلط لا مش غلط كل هذا بسبب اللي جابه هذا هذا اللي خرب البشرية هذا هو هذا هو اللي هو أنس الكيز وهذا الفيديو برضو موجود في القناة بإمكانك مشاهدته وذكر الزيوت المهدرجة أو الزيوت النباتية أو الزيوت البذور هذه بقول لك مصيبة هذه مشكلة وهذا ذكرته الكلام أيضا ذكرته وقلت يا عمي خراب كله من زيت النباتي هذا أو زيت البذور وإذا بدك تشوف شو رح تتعلم من هذه القناة وشو رح تستفيد إن شاء الله ادخل على هذا الفيديو اللي موجود أيضا في القناة وموجود في يعني أول ما تدخل على القناة بتلاقي هذا شاهده وإن شاء الله إنك بتستفيد إخواني وأخواتي ما يحدث في بلداننا العربية وأنا أتكلم هنا من الناحية الطبية وخاصة ما يخص السكري هذه في الحلقة ما يخص السكري شيء محسن جدا وأقول بلداننا العربية لأنه في قناتي الأجنبية ما أرسل لي حدا تعليقات مثل التعليقات اللي بتجينا في قناة العربية القناة العربية ولا الأسئلة للمعلقين بيسألوها حول مرض السكري واللي شير صار معهم ما بتجيني إلا في القناة العربية عشان هيك أنا قلت ما يحدث في بلداننا العربية وخلينا نشوف أول مثال هذا تعليق موجود في أول تعليق على فيديو التمارين والسمنة الفيديو الأخير اللي رفعنا أخت من الجزائر تقول أنا مريضة سكر نوع أول زي ما أنتم لاحظين في خط تحت أنا مريضة سكر نوع أول وأخذ أنسولين وأفكر أعمل مثل حضرتك يعني أوقف الأنسولين أوقف الأدوين لأني مريضة عندي مشاكل في الكبد يعني وعندي سنوات أتعامل مع هذا بدون أدوية فقط أكل وأعشاء وجسمي كان متأقلم مع الفيروس أو المشكلة اللي موجودة عندها في الكبد لأني ما أشرب أدوية انصح لي ماذا أفعل طيب رديت يعني رديت عليها سألتها كم عمرك هذا واحد كم عمرك ومتى اكتشفتي أنه عندك مشكلة السكري ردت عندي شهر يعني إلي شهر أخذ الإنسولين وذلك لأني عملت تحليل وجدت السكر التراكم 11 والطبيبة أعطتني إنسولين خويس لغاية الآن تمام أقول لهذه الطبيبة يجب أن تعيد النظر في كل اللي تعلمتين وكلامي أيضا موجه لأي طبيب آخر عنده نفس التصرفات يعني أول ما يجي المريض على طول يعطي إنسولين أو يعطي أدوية من غير ما ينصحه ورح نعرف الأسباب على الأقل في البداية نعرف الأسباب اللي في التعليق اللي إجاب وبقول مرة ثانية أنه هذا التعليق موجود في فيديو التمارين الفيديو اللي رفعناها آخر مرة في أول تعليق هي ردت على أول تعليق الآن بتقولي لأنه عندها سكر من النوع الأول أنت عارفة شو معنى سكر من النوع الأول وسكر من النوع الثاني عارفة ولا مش عارفة إذا مش عارفة شاهدي أحد الفيديوهات اللي موجودة عندي في القناة عشان تعرفي أنت الطبيبة عشان تعرفي شو السكر النوع الأول وشو السكر النوع الثاني مشكلة ومصيبة ثانية أنت بتقولي يعني عمرها هي بتقول عمرها 53 سنة سؤالي كيف عاشت 52 سنة كيف عاشت ما بتقولي نوع أول نوع أول معناها ما فيش إنسولين طب كيف عايشت وبعدين كيف تكون التراكم 11 وتعطيها إنسولين بعدين وهذه مش أول حالة ولا أول تعليق يعني عندي تقريبا 300 فيديو في القناة كل فيديو بنزل عليه نفس التعليقات خاصة بموضوع السكر عليه نفس السؤال رحت عندي الطبيب وعطاني كذا رحت عندي سكر التراكمي تسعة والطبيب اعطاني مش عارف إيش والطبيب اعطاني إنسولين هذا حرام هل تعتقد أخي الكريم أنه هذه مشكلة أو مصيبة أنا بسميها مصيبة وإنت أخي الكريم يعني الإنسان اللي يشكو من السكري يجب أن تعيد النظر باللي بقولك يا الطبيب لا يجب أن تعيد النظر ادرس اتعلم ابحث لازم تعرف أنه هذا كل الأمور هاي تغيرت وهينا قاعدين بنشرح ليش تغيرت وليش الطبيب هذا نصف كلامهم خطأ هذا دليل ثاني دليل آخر كتاب الطبخ الصحي لمرضى السكري أو لمريض السكري صادر عن هيئة حكومية في إحدى الدول العربية وما فيش داعي أذكر أي دولة هذا الكتاب إعداد وتقديم الدكتور فلان مدير الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة الدكتورة فلانة مديرة البرنامج الوطني لمكافحة داعي السكري الدكتورة فلانة أخصائية أو أخصائي الصحة العامة بالبرنامج الوطني لمكافحة السكري أو داء السكري الدكتورة فلانة أخصائي طب المجتمع بالبرنامج الوطني لمكافحة داء السكري الأستاذة فلانة من المجموعة الموجودة في البرنامج الوطني لمكافحة داء السكري يعني هذول أطباء هذول كلهم أطباء وماسكين مناصر وبيعطوا نصائح للناس وخلينا نشوف شو النصائح اللي بعطوها يعني كواجبات صحية للي عنده سكري هذا مثال منقيش الزعتر منقيش الزعتر منقيش الزعتر بقول لك اللي ما بيعرف شو منقيش الزعتر هي عبارة عن خبز وعليه زيت وزعتر ومخبوص بالفرن كوب من الماء نصف ملعق شاي سكر حبيبات ربع ملعق خميرة مش مشكلة ثلاث أكواب دقيق ملعق تنسحونك زعتر مجفف سمسم ما فيش على الاعتراض الاعتراض على ثلاث أكواب أو ثلاث كوب دقيق ثلاث أكواب دقيق كوب الدقيق لو بلنا مثلا الكوب فيه 300 غرام أو خلينا نقول هذا تقريبا نصف كيلو خبز نصف كيلو خبز هذا كم فيه سكر هذا كله راح يتحول لسكر كم فيه سكر هذا صحي لللي عنده سكري هذا أكل صحي لللي عنده سكري نشوف مثال ثاني حساء الجزاء بنقولها عشر حبات جزر شرائح يعني هذا لا يعني انهم عشر شرائح من الجزر لانها ما بتعمل شربة او حساء الجزر عشر جزرات هاي سبعين غرام سكر نص ملعقة طعام سكر هاي كمان خلينا نقول نص ملعقة طعام خمسة هاي خمسة وسبعين ثلاث ملاعق كبيرة من الطحيل هذولا قديش فيهم سكر يعني أربع أقواب من الحليب خالية الدسم هذه مصيبة أربع أقواب حليب خالية الدسم يعني لو قالوا بدسم بظل أفضل لو قالوا يعني كامل الدسم بظل أفضل شوفوا هالأمثلة يا أخواني والأمثلة كثيرة جدا 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 ممكن أحد الأشخاص يطلع وقول يعني أنت بتعرف أكثر من هؤلاء الأطباء بتعرف أكثر منهم أقول نعم بما يتعلق بعلم الطعام وعلم التغذية والسكري أنا أعرف أكثر منهم حتى لو كانت خبرتهم أربعين سنة ليه؟ لأنه معلوماتي أكثر منه أولا لأنه اللي متاح إلي ومتاح إليك أخي المشاهد الكريم والمستمع الكريم اللي متاح إلي وإلك الآن ما كان متاح له من أربعين سنة إلا إذا كان مواضب لركبة العلم والبحوث وكذا لغاية اليوم يعني يكون آخر المعلومات اللي طلعت بعد البحوث وبعد الفضايح اللي طلعت على العلم القديم وكذا يكون مواضب يعني عليها هذا بيكون هيك تمام تمام أما تجيب لي معلومات اتعلمت في الستينات والسبعينات اللي انفرضت عليك زي ما احنا عارفين لا أنا معلوماتي أفضل وفي نفس الكتاب حطين لك حلويات لمريض السكري شو الحلويات اللي هي البانكيك هاي مع العسل الصبح نمورة أو الهريسة الهرائس يعني أو البسبوسة بالمصري مش عارف إيش اللي هذا الكيك شو هذا شو هذا هذا طعام إنسان عنده سكري ولا تعطيه هاي الوصفات وتعطيه أدوية آه كأنك شغال مع شركات الأدوية يعني تعطيه هاي الوصفات وتكثر له الأدوية من دولة 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5 هيك هي عشان هيك بتسأل أنت الحساب مين بتعمل أنت يا طبيب تعمل الحساب مين عشان يتعالج الإنسان اللي بيجي عندك يطلب مساعدتك ولا الحساب شركات الأدوية بدنا نعرف بدنا نفهم يعني الحساب مين بتشتغل بعدين إخواني وأخواتي أنا عندي قناعة طبيب بغلط غلطة واحدة غلطة واحدة معي بقطع هذا بانساني هائيا ما بتعامل معه ليه بالعقل والمنطق ما في إنسان رح يشرب كاسة مي كاسة مي وانت عارف إنه فيها نقطة واحدة من السم ما بتشربها بتلغيها كلها بترميها كلها وأنا بالنسبة إلي هكذا عندي قناتي الإخوة المشاهدين والمستمعين إذا عندك رأي آخر هذا برجع لك وطبعا كل إنسان عنده الخيار لكن بالنسبة إلي طبيب واحد يعطيني معلومة بلاشي علجني معلومة واحدة خاطئة معلومة واحدة اعتبروا هذا نسيت إنه طبيبنا ولا برد على كلامه نهائيا ولما تروح على الطبيب تشكيله من أي شيء أول شيء بيبدأ فيه بيقول لك هاي الأدوية وروح ترفي الدول فلاني مش عارف إيش والدول علاني أول شيء وبالنسبة للي عنده سكري بيقول له هذا يعني هذا مرض يجاك مدى الحياة وما بتقدرش تعيش بلا أدوية ومش عارف إيش وكل مرة رح تزداد الأدوية لأنه هذا مرض ما بتقدرش تخلص نتكلم على السكر النوع الثاني ما بتقدرش تخلص منه يا سلام وما بيجيب لك سيرة الأكل نهائيا ما بيسألك شو بتاكل شو بتفطر شو نوعية النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه هل تأكل نشويات كثير هل تأكل سكر كثير هل تأكل فواكه كثير عشان هيك عندك التراكم مرتفع ما فيش الكلام هذا ما بيحكوش بأنه فيه بالمرة لأنهم مبرمجين فورا أول ما إنسان يسير عنده مشكلة اعطيه أدوية هذا اليمين اللي أقسموا اعطيه أدوية اعطيه أدوية اعطيه أدوية لصالح مين هذا هذا لصالح شركات الأدوية طيب ليش ما بيجيب معظم الأطب أنا بتكلم عن معظم الأطب اللي مروا عليه ما بيجيب ستة الطعام والأكل والحب نهائي ما بيجيب لك سيرته ليش طيب ما هو أرياح له أرياح له يقعد يشرح ويضيع وقته في أطب إحنا عنا هون في ماليزيا زيارتك إله خمس دقائق ما بتزيدش على خمس دقائق بتلاقي العيادة عنده فيها من الصبح من ساعة ما ييجي تسعة تسعة ونص لغاية ما يسكره الساعة ثمانية بالليل أكثر من خمسمائة حالة كل يوم فيش خمس دقائق خمس دقائق بس أما يبعد إلا طبيب واحد صديقي هارفيندر هو بن جاب يعني هذا بشرح لك بالتفصيل الموبل يعني بغلب خمس واربعين دقائق ساعة بتفرجش عنده المهمة فهمك شو الحالة وفهمك شو الحل الأفضل قبل ما يكتب لك أي نوع دواء وعندنا هون الأدوية مش بس يعني تنصلك من عند الطبيب وبوخث منها الطبيب بعد هيك بدك يتجدد يا بتجيبها من عند الطبيب يا بتجيبها من الصيدانية لكن في أمثلة كثيرة وهي نماشين في الموضوع إنه كيف يعني رح يشتغلوا أو كيف بيشتغلوا الأطب بهاي لحساب شركات الأدوية وكيف ترشيهم شركات الأدوية هذا إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله وطبعا إذا الطبيب أعطاك ثلاثة أربعة أنواة أدوية بيصير عملة فضول شو الهدف من إعطائي هاي الأدوية على طول عشان تتعالج عشان تتعالج أنا سؤالي لكل طبيب بتصرف هاي التصرفات طبعا مرة ثانية وثالثة ورابعة لا أقصد الجراحين ليش؟ الجراحين بيعملوا عمليات بينقذ أرواح ناس وهي مرة بتعدي وبتروح خلاص انتهى الموضوع واحد عنده جرح يخيطه إياه رجله مكسورة أو إيده مكسورة يعني هذا مرة بيروح عند الطبيب مرة خلاص بتعالجه برجع احنا بنتكلم على الأمراض اللي بقولوا عنها مزمنة ولا يمكن حلها أنا بدي أسألك سؤال الأدوية اللي بتعطيها انت مؤمن إنها بتعالجه؟ انت تؤمن كطبيب أو طبيبة إنها بتعالجه؟ السكري بالذات وكمان سبع أمراض مثله ما لها علاجه وانت عارف هذا الكلام اللي إذا كنت مغيب انت عارف إنه هاي الأدوية عبارة عن مسكنات بس يعني مثلا الدواء السكري بنزل السكري بالدم طبعا بنزل السكري بالدم بس حل المشكلة ما حلش المشكلة يعني اللي بكون عنده مثلا ثمانية أو سبعة تراكمية أو كده أو السكر اليومي بيأخذ حبة متفور مين أو حبتين أو ثلاث بنزل السكري بيصير في مستوى الطبيعي بس حلية المشكلة ما حلية المشكلة صح؟ وبعدين السكر هذا وين مروح على الخلايا وبتخزن بعدش ويا عصمنا ودهون ما فيش غير هي فليش ما نعطيه الحل الصحيح من الأول وبعدين شو هي هاي الأمراض؟ السكري الضغط مشاكل الرحم والمباين السلطان الزهايمر أو الخلف كلها كلها هاي ملهاش علاج هاي علاج هاي شيء واحد الغذاء الغذاء شو اللي بناكله ونلحقها قبل ما تبدأ وقبل ما تيجي هذه المشاكل ما إلهاش علاج الكبد الدهني ما لها علاج لغاية ما تنحل المشكلة أو منحل المشكلة بنفسنا عن طريق الأكل اللي بنوكله الطبيب أو الطبيبة الفهمان وعنده ضمير فهمان وعنده ضمير ممكن يكون عندك ضمير لكن أنت مغيب مش عارف دارس على يد واحد درس من ستين سنة خليك معي المفروض أنك تقول له هذا عرض وإمكانك وبإمكانك السيطرة عليه كيف؟ أنك تلغي نظام الحمي الأمريكي اللي بقول له كل 300 غرام كربوهيدرات كل يوم بس إلغي هذا هذا كبداية وقطع السكر شوف شو بيصير عندك في التراكم شوف شو بيصير في التراكم وفي صحتك بشكل عام والآن إحنا بنعرف أنه أطباء التغذية والأطباء بشكل عام اللي درسوه من الأربع عقودة والخمس عقود الماضية انفرض عليهم من وين؟ شركات الأدوية وصناع الأغذية صناع السكر وصناع زيوت البذور شركات الأغذية هاي بتدفع اللي بيسموه تبرعات بيدفعوها تبرعات وهي عبارة عن رشاوي لمين؟ لمنظمة القلب الأمريكية لدائرة الغذاء والدواء لجمعية السكر الأمريكية وهلما جرى ولا سؤال إلى بعض الأطباء ماذا عنك أنت؟ هل تأتيك رشوة مثلا من صناع الأدوية؟ أم درست على يد بروفيسور تم يعني تم إعطاء الرشوة شكرا 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 شكرا